اشتركوا في القناة ونعرف الساحر بأمور منها إذا اختلت شرط من شروط الرقية ويجعلك تتعلق به يخوفك العقد مع النفذ ومن شر النفذات في العقد يسأل عن اسم الأم يأمر المريض بمخالفة الشرع يقول له لا تتوضى لا تسمي عند الطعام لا تسمي عند الذبح مثلا ينظر في النجوم يدعي معرفة الغيب يدعي معرفة ما في الضمير يقول أنت تفكر في فلانة مثلا الصرف والعطف من أنواع السحر كتابة الحروف المقطعة من علامات الساحر كيف يعني يكتب مثلا قل هو الله أحد بعدها سين الله الصمد يكتب بعدها كاف حروف مقطعة يكتبها هذه الحروف تعني عندهم الكفر بما تقدم من الصلاة عافية والسلام فيأتي المريض ويقول اعطاني حرز من القرآن هذا ليس بساحر وإذا تجد مكتب قل هو الله أحد كاف الله الصمد سين مثلا يقول يا أخي أنت تدقق وأنت تتشدد وكذا يا أخواننا في القديم كان الإتيان للساحر أمر صعب جدا حتى تجد ساحر أما في هذه الأيام مع الوسائل هذه المتقدمة الوصول إلى الساحر أسهل من شرب الماء عن طريق هذه الوسائل المتقدمة فلا يضنضان أن الإتيان للساحر فقط بالمجالسة لا الإتيان للساحر قد يكون بالاتصال بإرسال إنسان إرسال رسالة عبر الواتس أب وسائل التواصل فتح القنوات التلفزيونية كذلك الجرائد والمجلات التي فيها أبراج الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله يقول شراء المجلة شراء المجلة التي فيها أبراج أتكلم عن أبراج برج الحوت وبرج الأسد وبرج الجدي وبرج كذا يقول شراء هذه المجلة التي فيها أبراج محرم إذا فتح المجلة ونظر في الأبراج لا تقبل له صلاة أربعين يوما صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويضحك على بعض الناس يقول تريد تعرف شخصيتك هل أنت رومانسي أو عصبي أو عاطفي أو كذا ترسل لنا رسالة فيها اسمك مجرد إرسال الرسالة لهم لا تقبل لك صلاة أربعين يوم تستقبل الرسالة منهم أنت رومانسي ولا عصبي ولا كذا ولا حظك تعيس ولا سعيد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قراءة الكف قراءة الفنجان أصبح الآن قراءة الكف والفنجان عبر الوسالة المتقدمة هذه ويسمونها بغير اسمها يقولوا هذه برمجة عصبية تنويم مغناطيسي صحيح والله يعني ألعاب خفة يد يا أخي نتسلى ما بقي أن تتسلى إلا بالسحر والكهانة والدعا علم الغيب من خصائص رب العالمين فلابد أن نعرف أننا في هذه الأيام في خطر عبر هذه الوسائل الآن المتقدمة في السحر له أنواع كثيرة شكرا شكرا